استمراراً لسلوكياتها العنصرية دشنت فصائل المجلس الانتقالي حملات مناطقية ليست الأولى على أبناء المحافظات الشمالية في المناطق الخضعة لسيطرتها في مخالفة صريحة لمقتضايات المرحلة التي أصبح فيها الانتقالي شريكاً في السلطة أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون فصائل تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتياً وزعت تفق مصادر محلية استمارات كفالة على سكان مناطق يافع الحدودية مع محافظة البيضاء كشرط للإقامة في مديريات يافع التي تنقسم إدارياً بين محافظتي لحج وأبيان وتشترط الميليشيا الانفصالية على الشخص القادم من خارج يافع حصوله على ضمانة مواطن من أبناء المنطقة مطبقة بذلك أبشع فصول الفرز المناطقي بين أبناء البلد الواحد خطوة تتزامن مع تحركات عنصرية يجري تعميمها في جميع مناطق سيطرة الانتقالية بالتوازي مع حملات إعلامية تمولها الإمارات عبر وسائل محلية تروج للانفصال وتحرض على العنصرية علناً بين المواطنين فطوات تترافق مع تصعيد عسكري لفصائل الانتقالي المسيطرة على عدن والتي أطلقت مؤخراً تهديدات عنصرية لمن وصفتها بالقوى الشمالية في مسعى لتحقيق مكاسب إضافية من ترتيبات الهيكلة الأمنية والعسكرية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي وبينما تقوم فصائل الانتقالي بتلك الممارسات الدخيلة مستفيدة من حالة الضعف التي تسود مجلس القيادة الرئاسي فإنها تسعى لحرف مسار المرحلة السياسية القائمة على شراكة بين أطلاف الشرعية إلى فرض قسري لواقع الانفصال واستنساخ لتجربة جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها فإلى أين تقود ممارسات الانتقالي الأوضاع في المحافظات المحررة في ظل صمت مجلس القيادة الذي يمنح المشروعية لتلك الممارسات ولماذا يغيب الموقف الدولي والإقليمي عن خطوات الانتقالي المنقلبة على ملامح المرحلة التي تقتضي وحدة الشرعية بوجه الصنف الحوثي والتأسيس لسلام دائم في البلاد